اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس دكتور وورد نبتدى معاكم هذه الدورة بمحاضرة مهمة جدا في برنامج وورد طبعا في هذه المحاضرة رح نتناول كيفية حذف المسافات الزائدة في المستند طيب لو عدنا هذا المستند وطبعا في هذا المستند توجد مساحات زائدة طيب كيف نعرف انه عدنا مساحات زائدة طبعا نجي الى الصفحة الرئيسية ونجي الى خيار الجدولة نضغط عليه رح نلاحظ انه عدنا مجموعة نقاط كل نقطة تساوي مساحة او نقرأ على الاسبيس طيب اذا نلاحظ انه هنا عدنا خمس مساحات هنا عدنا مساحة واحدة وطبعا هنا عدنا ايضا مجموعة مساحات مثل ما تلاحظون امامكم طبعا لو اجينا نعالج هذه المشكلة نجي ننقر هنا نكليك وطبعا نبدي نمسح بالباق سبيس الى ان نوصل لمساحة واحدة طبعا العملية جدا مزعجة ومملة خصوصا اذا عدنا ملف كبير طيب شن الحل؟ طبعا الحل السائد هو استخدام البحث والاستبدال طبعا نجي ناخذ كوبي لهذه المساحة الزائدة نحددها وناخذ طبعا نسخ وطبعا من الصفحة الرئيسية نجي الى استبدال ننقر هنا نكليك ايمن ونلصق المساحات اللي اخذنا نسخ من عندهم وطبعا نجي نستبدالهم بمساحة واحدة فقط ومن ثم نضغط على استبدال الكل ونضغط موافق لاحظ انه لقد اجرينا 25 عملية استبدال طيب اذا لاحظ انه تم استبدال بعض المساحات وبعض المساحات لم يستبدلها طبعا ما السبب بسبب انه هنا المسافات اللي استبدلناها كانت من خمس نقاط او خمس مسافات هنا عدنا ثلاث مسافات واحنا طبعا يعني بالاستبدال حددنا انه يجب استبدال خمس مسافات فراح يهمل بقية المسافات الحل هو من جديد ناخذ نسخ للمسافات البقية المتبقية مثلا هذه اللي هي الثلاثة مسافات طبعا ناخذ كليك نسخ وايضا نجي هنا نمسح المسافات القديمة وكونترول في او كليك ايمن لصف وطبعا نستبدلها بمسافة واحدة ايضا بنفس الفكرة استبدال الكل طبعا ايضا لقد اجرينا 45 عملية موافقة طيب وهكذا طبعا نستبدل بقية المساحات المساحات اللي هي الثنية وطبعا الثلاثة وهكذا طيب لو كان عندنا ملف كبير جدا وهذا الملف يحتوي على كمية كبيرة من المساحات يعني ما عندنا عدد معلوم ممكن مساحة تتكون من اثنين نقطة وممكن مساحة من اربعة وخمسة وستة وهكذا طيب هل توجد فكرة اسرع واكثر احترافية من هذه الفكرة نعم توجد فكرة عملاقة جدا الفكرة هي نذهب الى الصفحة الرئيسية ومن ثم استبدال طبعا لابد انه نمسح كل شي بالاعلى ونمسح ايضا كل شي بالاسفل طيب نجي الى بالاعلى نضغط كليك هنا بهذه المنطقة وطبعا نذهب الى خاص نذهب الى خاص ونكتب مساحة بيضاء ونجي هنا بالاستبدال بي نضغط كليك على الاسبيس يعني نضيف مساحة واحدة ومن ثم نجي الى استبدال الكل ومن ثم اوكي نلاحظ انه عندنا 643 مساحة زائدة فنجي على موافق وطبعا نجي على اغلاق نلاحظ انه تم استبدال جميع المساحات الزائدة بإمكاننا انه من الصفحة الرئيسية نغلق الخيار اللي هو اظهار علامات الجدولة نلاحظ انه تمت معالجة الملف بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى